دبان في البيت دبان فقفلت الشيش كده سبت حتة صغيرة كدهوت وطفت الأنوار وماشا وقعدة بهش عشان يطلع فابني كان قاد معي فبيقولي يا مامي انت بتهشي ليه قلت له عشان يطلع عشان انا مش عايزة دبان في البيت ما انت عارف يا فقام قال لي طيب ومش عارفة تطلع احنا عند مالين بقى بنحاول نهشها ما بتطلع وبيقولي طب ما هي مش عارفة تطلع لو غلوب خلاص بقى حماري زي ما بيقولو حمسك الرش وحرش فحيموتو تقتليهم ليه مش دي ربنا خليقهم عارفتك عارف طبعا ايه دي صغير مش هو حرام ان احنا نقتل حد حياسكبت كده شوية وقت كده قلت له اه بس بس الدبان مدايقني قال لي او اي حد يدايقك هتقتلي عارفت دخلت في دايلامة معاه من الاسئلة ما بقيتش عارفة اطلع منها ازاي وبعدين دخلني بقى على الاكل اللحوم والبقر وحنا لبنا كلهم وهو طفل مش فاهم فعايزة حضرتك تبسطلي المعلومات دي بطريقة ان طفل عنده ست سبع سنين يفهم اللي حضرتك هتقوله ويبقى مقتنع بيه هو الفكرة ان الكائنات المؤزية ينفع ان انا ادفع ازاها عن نفسي ولو بان انا اموتها يعني لو في مثلا عقرب في حية في فار دي كائنات مؤزية بطبعها كده نموس نموس انا مش هتعمل مع النموس ازاي طيب طيب النمل النمل لو كان مؤزي يقتل وفي البيت اكيد مؤزي يعني حيروح على الاكل وحيبوز الدنيا يقتل مفيش مانع وهقول لحضرتك على حاجة القتل لابد ان يكون قتل بشكل فيه احسان فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى مثلا عن الحرق بالنار نعم يعني حتى فيه ناس بتقوم ايه حرق النمل بالنار ده حرام 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 طبعا ما فيش شكل يعني مش عشان النار هي اداة لا يستخدمها لا يستخدمها الا الله سبحانه وتعالى انما يحرق بالنار رب بالنار وانا فيه ايذاء شديد ملوش ملوش داعي يعني نعم انا عرف كمان الاحسان في القتل يعني لو نموسى مثلا ولسه بتفرفر او دبان ولسه بتفرفر نظر عن التفاصيل الدقيقة هو سيدنا عليه الصلاة والسلام قال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة نعم ولما كان فيه شاف واحد بيحد الشفرة بتاعته يعني جايب السكينة اللي بيتبح بيها وعمال يسنها قدام الشاه خوثها فقال له اتريدوا ان تجمع عليها موتتين وامروا انه يحد الشفرة قبل ايه او بعيد عن الشاه علشان ما تفزعش يعني تخيالي ايه ايه احد شايف ايه احد شايف هدوه بيحضر لقتله بالضبط فده نوع من انواع الاحسان الاحسان ان الحيوان يقتل بشكل لا تعذيب فيه ويقتل للحاجة القتل الذي هو مبني على اللا معنى ده او اللا جدوى ده محرم ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الطيره غرضا هنجيب العصفير ونتمرن على النشان عليه حرام حرام نهى عن ذلك يعني الصيد الحرام صيد الكهوية كهوية من غير ما انا اكون الغرض من الصيد ان انا اكل اللي بستده ده اه حرام طبعا انا اقول مرارة في المعلومة دي ان انا مجرد ان انا موت يعني ايوه فينا في اماكن كتير بتصطاد الطيور الرفاهية يعني مش كنوع من انواع الهواية مجرد مجرد ما بيأكلهاش مجرد الاستياد مش لازم هو يأكلها ممكن غيره يأكلها اه يعني في بعض النوادي مثلا الطيور اللي بتأم استيادها بيأكلها العمال اه مثلا اللي موجودين في المكان ما بتترميش في الزبالة يعني اوكي فهو بيجمع بين حاجتين انه بيتضرب على الهدف المتحرك وفي نفس الوقت فيه غيره بيأكل يعني مش لازم اصطادها عشان انا اكلها لكن لكن اصطادها وعشان تترمي لا اصطادها علشان مجرد القتل للقتل كده او مجرد العبث ده التعبير اللي تاهم مني القتل العبث ايه اللي مفيش من وراه فايدة لدفع ضرر ولا جلب منفعة لا ده ممنوع ده ممنوع ده ممنوع حسن زينة هنطلع لفتح